ايه هي العلاقة بين عجاج العمود الفقري وبين امراض القلب الحقيقة ان في بعض الانواع من عجاج العمود الفقري وخاصة الانواع الخلقية اللي بتكون موجودة من الولادة اللي بيكون فيها اكتر من فقرة غير مكتملة التكوين او اجزاء منها غير مكتملة التكوين او اكتر من فقرة ملتحمة ببعض عادة وبنسبة كبيرة جدا من النوع ده من العجاج بنتوقع فيه بعض العيوب الخلقية في القلب زي وجود ثقب بين غرفتين يعني أحد الغرف القلب والغرفة الأخرى وكتير جدا بيبقى معاها تغيير في شكل الشرايين الرئيسية اللي طالعة من القلب أو تبديل للشرعين الرئيسية إنها تكون يعني موجودة في وضع معاكس بعض الأحيان بيكون معاها وضع القلب نفسه بيبقى معكوس يعني عادة القلب عندنا في الجهة اليسرى من الجسم بيبقى موجود بنفس التشريح بتاعه بشكل مقلوب في الجهة اليمنى من الجسم بس خلينا نقول في الآخر إن دي حالات ندرة جدا جدا من حالات العجاج العجاج نفسه نادر والحالات دي نسبة قليلة جدا من حالات العجاج ولكن بشكل عام أغلب حالات العجاج البسيط اللي احنا بنقابله في حياتنا اليومية والعجاج المكتسب وحتى العجاج الجيني اللي احنا يعني بنتعامل معاها بشكل يومي ما بقاش مصحوب بمشاكل في القلب ومالوش تأثير مباشر على عدرة القلب أو كفاءة عدرة القلب تابعونا في الفيديوهات الجاية والحلقات الجاية عشان نعرف معلمات أكتر عن العجاج العمود الفقر وطرق تشخيصه وعلاجه ومشاكل العمود الفقر بشكل عام خليكم معنا